اشتركوا في القناة بداية مازال مازال طموحة دينا كبيرة ونمتفائل دائما المنتخب المغربي عندما يواجه المنتخبات عن الأوروبية يقدم مستويات خرافية المنتخب الإسباني منتخب جيد ولكن ليس بذلك المنتخب المرعب تقريبا في نفس المستوى دينا 50-50 إلى وجهنا بنفس المستوى لوجهنا به كرواتيا وبلجيكا قاد على أننا نحقق نتيجة إيجابية وإن شاء الله تأهل لربع نيائي كأس العالم يكون من نصيب المنتخب الوطني المغريب أول رقم قياسي حتمو المغريب أول منتخب عربي وأول منتخب إفراقي يتأهل لدور 16 في كأس العالم وعنده سبعا دينا النقاط في الرسيد ديناه وهذا الأمر ليس بالسهل وليس بالهيئين لما تكون في مجموعة تضم صاحب المركز الثاني في تصنيف الفيفا وواصف بطل العالم وتأهل بسبعا دينا النقاط مسألة صعيبة بزيار حتى شو واحد ما كان كراهن على المنتخب الوطني المغربي ونعطيكم ميتها الموقع ديالترانسفور ماركيت قبل كأس العالم دارت توقعات دياله دار على أن بلجيكا غد تأهل بالعالمة الكاملة تسعو دي النقاط وفي المركز الثاني ستكون كرواتيا بستة ديالنقاط كندا بثلاثة ديالنقاط وحق المغرب في المركز الآخر بسفر نقطة سبحان الله المغرب هو الذي يخدر صدارة المجموعة لكي تعرفوا أن كرة القدم لا تعترف بالتوقعات كتعترف بالخدمة وكتعترف كما نقوله بالمجهود داخل أرضية الملعب الرقم القياسي الثاني الذي يحققون منتخب الوطني المغربي أول منتخب عربي وأول منتخب إفراقي كيتأهل دور 16 من كعس العالم والشباك دياله لم تتلقى إلا هدف واحد في ثلاثة ديال اللقاءات ضد بلجيكا وكرواتيا وكاندا الشباك ديالنا تلقات هدف واحد وحتى داك الهدف اللي تسجل علينا احنا اللي مركينا على رأسنا نايف أكرت بالخطأ سجل في المرمى دياله المنتخب المغربي عنده واحد الرقم السيء تاني منتخب في تاريخ كعس العالم كي يسجل في المرمى دياله كي المنتخب المكسيكي اللي في تاريخ كعس العالم سجل ربعا ديال الأهداف في المرمى دياله كي يجي من بعد منه المنتخب الوطني المغربي للسجل ثلاثة ديال الأهداف يعني صراحة ليس من السهل على أنك تأهل في مجموعة صعيبة والشباك ديالك مطلقات إلى هدف واحد كنت كنت مني على أننا نخرجه بالكلينشيت ولكن قدر الله وما شاء فعل الرقم القياسي الثالث المغرب أول منتخب عربي كيتأهل الدور الثاني في كعس العالم للمرأة الثانية في تاريخه أول مرة 1986 في مجموعة الموت تأهلنا في الصدارة اللي كانت تقدمه إنجلوتيرا لبورتغال وبولندا وفي هذه النسخة أيضا من مجموعة الموت تمكننا من تحقيق التأهل في صدارة المجموعة الرقم القياسي الرابع المنتخب المغربي هو أكتر منتخب عربي حقق النقاط في تاريخ كعس العالم 18 النقطة الرقم القياسي الخامس المنتخب المغربي هو أكتر منتخب عربي سجل أهداف في تاريخ كعس العالم 18 الهدف الرقم القياسي السادس المنتخب المغربي هو أكتر منتخب عربي خرج بالكلينشيت بشباك نظيفة في كعس العالم 5 ديالكلينشيت والرقم القياسي السابع المنتخب المغربي هو أكتر منتخب عربي محقق انتصارات في تاريخ كعس العالم مناصفة مع السعودية أربعة دي الامتصالات العديد من المكاسب حققناهم لغاية الآن في البطولة ومازال مجرد بداية مازال مازال طموحات دينا كجماهير مغنبية كبيرة بعد المجموعة اللي كانت تفروا عليها مدرب ما شاء الله يعرف من أين تؤكل الكتف كيعرف يخرج من اللاعبين دكشي ليبا خلق واحدة الروح جماعية بين اللاعبين أكيد على أن كين بعد أخطاء قصنا نشتغل عليها قصنا نصحوها باش إن شاء الله نزيدوا القدام ولكن قلتها من قبل ونزيد نعودها مرة أخرى منتخب الإسباني منتخب محترم ولكن ليس بذلك المنتخب المرعب اللي يمكنك الدخول ورجلك تقفق في مهلا إلا دخلنا وطايقين فراسنا ولعبنا بعض بنفس المستوى اللي لعبنا بهم ضد بلجيكا وكرواتيا قادرين على أننا إن شاء الله نتأهله نعطيكم بعض الأرقام الخاصة بالمنتخب الوطني المغربي زياش أول لعب مغربي تشارك في ستادي اللقاءات في كعس العالم رسمي وما شاء الله على المستوى اللي تقدموه زياش لغاية العالم ما شاء الله على هذا اللاعب يؤكد على أنه تعرض للطن في تشيلزي دفاعيا حاضر هجوميا حاضر لكونترول اللي تديرهم بوحد الأناقة العرضيات ديالو بالمستارة مسجل هدف أشياء كثيرة قدمها لزياش الجمهور المغربي عنده أحد نظرة ترقيبة الجمهور المغربي كوايري لما نادر بعودة حاكم زياش عارف علاش واليوم تأكدنا على أنه ما فعلناه من قبل من إقالة واحد خليل وزيش باش وجبنا الرقلاقي ورجعنا الأعميدة الأساسية للمنتخب يعني كان يعني أفضل قرار تم اتخاذه منذ تأسيس الجامعة الملكية المغربية للكرة القدم نعطيكم أحد الرقم آخر نصيري أول لعب مغربي كيس الجل في جوجة النصخ كأس العالم يعني ونصيري أيضا ما قلته على زياش ينطبق على نصيري نصيري يستحق الإشادة والتقدير لاعب مجتهد لاعب لا يكن ولا يمل داخل أرضية الملعب لاعب يعني أكيد على أن المهاجم الدور الأساسي دياله وأنه يسجل ولكن مع نصيري يدلك التغطي العالي الاتحامات الهوائية تلقاه في الوسط تلقاه في الدفاع تلقاه في الهجوم يمركيه بالرأس يمركيه بالجليل نتمنى على أنه نصيري الهدف اللي يسجلو يعطيه تيقة ويعطيه كما كان قلو واحد الدافع باش يقدم مستوى كبير ضد إسبانيا وليملا يسجل في شباك المنتخب الإسباني المونديال الثاني على التواري نعطيكم أيضا رقم آخر وليد راجي أول مدرب عربي أول مدرب عربي كي ياخد المهمة أربع شهور قبل من كأس العالم ويتأهل الدور الثاني أول مدرب عربي يتقلد منصب مدرب أي فارق عربي أي منتخب عربي ويتأهل الدور الثاني ما فعله الرقراقي شيء قريب من الإعجاز في مدة قصيرة جدا في مدة قصيرة جدا خلق واحد تجانس بين اللاعبين خلق واحدة الروح عالية خلق واحدة التحام ولينا كنحسو على أن المنتخب الوطني المغربي بحال بحال شيء عائلة حتى شيء واحد ما تيبقى فيه الحال سواء كان رسمي ولا احتياطي أي واحد دخل قاضي الغارة واتشي اللي يبغيينه لما كتجي المنتخب يعني لما كتجي المنتخب راما كتجيش بشك عبر سمير حتى شيء واحد من ضامر رسمية لما المدرب كيكون عنده اختيارات وقانعات دياله أكيد لما المدرب تيكون كف لما تيكون كف كان احترموا القرارات دياله وكان احترموا العقلية دياله وكان احترموا الفلسفة دياله وكيف ما قلت كان حسو على أن اللاعبين حتى شيء واحد ما نقلق وكل شيء يشجع لأخر يعني وخير ودليل على ما أقول الهدف اللي شجناه في اللقاء ديال بلجيكا اللي كانت يعني من ضربة خطأ ديال الصابيري قاسها سايس وسايس يعني قالوا يمكنهم يحسبوا لهدف الصابيري ما عنديش مشكين بحالي بحاله شيء كيدل على الجماعية كيدل على أن 26 فرض نزيدوا عليهم المدرب ونزيدوا عليهم طاقم تقني كلهم كتهمهم مصلحة المنتخب الوطني المغربي في الأول وفي الآخر يعني نتمنى نتمنى على أننا إن شاء الله يعني اليوم فرحنا ودرنا كل شيء وحتفلنا نخصنا ننساو هات شيء ونوجدوا لي ما هو قادم ونستعدوا اللقاء دي الإسبانيا اللي سيكون لقاء كبير وأنا متأكد وعندي ثقة في العناصر الوطنية لأنهم دائما لما كيواجهوا المنتخبات الأوروبية كيقدموا مستوية كبيرة المنتخبات الأوروبية كتلعب دا كل لعب اللي كي عجبنا كيف تحوه كورة عكس منتخبات اللي كي يرجعوا اللور ويعتمدوا على الهجمات على المرتدة إن شاء الله غا تكون عندنا حلقة وغا نتحدثو فيها بتفصيل على المنتخب الإسباني نقاط القوة ونقاط الضعف وأشياء أخرى إذا عجبتكم الحلقة دعمونا بلايك باش نكملوا إن شاء الله في التغطية دينا لما مششكش في القناة دينا شارك دعبوا فعل جرس تنبيات باش دائما نصلك جديد أول بأول طبعا إلا كنكيشفكم محتوى اللي كنقدموه كم معكم رئيسان مقارنة كورة فانس السلام عليكم